أهلا بكم من جديد مشاهدين الكرام الأولوية وللحادث نربط واتصالا مباشرا بمقر سوناتراك أين يعقد مدير سوناتراك العام توفيق حقار ندوى صحفية يتحدث فيه عن تطوير المحتوى المحلي في إطار مشاريع الشركة نتابع المباشر ثم نعود أعباد بمقرسي للمستخدام المملكة ويوجد كل مجالاتنا في هذا المجال ويجب أن نحاول من أجل ويجب أن نحاول من أجل ويجب أن يكون مستقبل في المستقبل شكراً لك وكما أنت قابلة للتطبيق ميدانيا مع الشركاء في كل الميادين إذن نواصل معكم مشاهدين الكرام في موضوع غرفة الأخبار ولكن موضوع جديد يتعلق بهذه الوضعية الجوية التي تعيشها الجزائر على مختلف دول البحر المتوسط والمناخ البحر المتوسط وهي الأمطار الخير ومطار الغاية التي نزلت على بعض ولايات الوسطى والشرقية ولكن هناك سؤال يطرح بعيد عن الجانب نعمة هذا الأمطار هناك مسألات هم مواطنين متشردين مواطنين بدون مأوى السؤال يوم قبل قدور فصل الشتاء ماذا يمكن لهذه الجمعيات الخيرية الناشطة وما أكثرها في الجزائر على أن تقدم خدماتها الخيرية التضامنية مع هذه الفئة ولذلك أسعد باستضافة الأستاذ عينوس حمزة وهو رئيس جمعية أسعال الخير مرحبا بك سيد الكريم السلام عليكم شكرا على هذه الاستضافة وانشكرك انت على تلبيت الدعوة سيدي الكريم هل في برنامجكم أنتم جمعية خيرية نشأت منذ مدة تعمل في إطار العمل الخيري هل في برنامجكم وفي مشروعكم في استصرافتكم أنكم تقدمون خدمات لناس بدون مأوى نعم أكيد في اللي جانت أو أنا عندنا لجنة التكفل بين مأوى لهم كل ما يحضر الشتاء نعود نعود أن نتكلم على هذه الظاهرة هذه نحن أحبنا في البداية أنتك المبلك هي الظاهرة عالمية الأعداد هذه المرة من انتشروا ما نقدرون أن نقارن الجزائر بدول أما كما أمريكا فمقارنة بهذه الزيزة هم أضعاف أضعاف نحن في كل ما يدخل الشتاء نبدأ نقوم بالخارجات الميدانية نحن كل يوم عدنا عدة مكاتب في جمعيتنا عدنا مكتب الكاليتوس عنده كل يوم الأحد يخرج لتقديم وجبات ساخنة على أزدياب فمكتب القصبة يخرج يوم تنين مكتب باب الوادي يخرج يوم الخميس مكاتب الأخرين عندنا على حساب الميزانية إذا كانوا المحسنين يقدموا لهم يزيدوا يخرجوا نحن كنا ديرينا بروغرام كل سنة أنه كل يوم يخرج مكتب نحن هذا العام نحسن الوضع مع جمعيات أخرى نديروا تنسيقية بين الجمعيات أنه كل جمعيات حكم يوم يخرجوا فيه باش نقدرون نوفرون نكونوا عاون لهذا الفئة نحن لازم نوقفوا معهم فهمت كلامك جيدا ولكن السؤال مطروح هل كافي أن نقدم لناس بدون أوا وش بساخنا ليليين هذا يعني كافي؟ هي غير كافي في الحقيقة أنه كين وزارة التضامن أراه تقوم بخارجات ميدانية كين الناس تحب تروح للمراكز كين لي ما تحبش لي ظروف خاصة حنا نحن مدى بنا كجمعيات نساهم مع وزارة التضامن أنه نحسنوا هاد المراكز حتى نقدرون حتى نخليوا هاد الملاوة لهم باش نستقطبوهم للمراكز لأنه صحيح أنه كين مراكز كين سوء سوء تسير أو كامل سما ما الناس ما تحبش تريح تم وكين يحبوا الحرية ولكن الحرية ليس على حساب صحتهم وأمنهم نعم تروح تشوف أنت راقدين مع أول أطفالهم تحت العمارات في الداخل السقف عن مقاطعة يعني تقريبا منذ السابعة كنت جاي في الطريق في بقر مرمضة عيزة شفت تماين الأريدوبيس فيه ناس راقدين في الأريدوبيس اليوم السبعة لسبعة مغطيين ملتعفين وراقدين يعني ونقدرش نقول لك عائلة ولزوز ولكن يشتهم بعيني هاد صبع يوم هلأ بالنسبة عندكم جرب بهذه المناطق لأنه تعرف وهذا الليدون بويدون مأوى يخيروا أماكن معينة هل أنتموا في الجمعية عندكم مخطط باش تحصيوا الحالة ذهب نحن عدنا نحن هي أغا هي أغا غالبية وين يكونوا يتموقعوا في ساحة شهاداء في خروبه في لقاروتيار أيضا في شمانات في المناطق الأخرين يكونوا بلك غالبا ما لتحقوا جدد من بعد قائد يجوا لساحة شهاداء لأنه أغلب الجمعيات في خروبه في ساحة شهاداء يقدموا لهم الأكل والإعانة سيد بيلد أخوان حمزة هل تعتقد بأنه لما تعاملوا مع هؤلاء بدون مأوى وش يقولونكم لما تقدموا منهم هل مثلا نديروا معهم قراءة في وضعيتهم من خلال الحوار لما تحاور هؤلاء الناس لبدون مأوى وش يجعبوكم باختصار كانوا يتجعون حتى تضعوا شهادية كل واحد يتجعون مدينة ليس لديهم مشاكل عائلية إلترسل بالمناسبة ما يتقفون بإمكانهم في مكان الله يمكنهم من أجل أنهم في المكان للحصول من يتجعون هنا يجب أن يتجعون على إيمانة أو خمستاشي يتجعون في الصحراء وجود أن يتجعون آخر نحن نحفظون لكي يحلون مراكز لهذا عندي صديقي وفي الجمعية حل ضل حسنة لمرضى السرطان في ضل بيضاء في ضل بيضاء نعم تتشوف كما هكذا ويسهل لهذا المال يجو لا نتكلموش على هذا الباساجي نتكلمو عن الناس اللي بدون معه سي حمزة تكين اشخاص تعرفهم يوميا ممكن تكون الشارع كنتكلمت عنه في شامونيف كنت جايز على الشامونيف تعرفوا يومين يدور تماما هل انتم هذه الحالات اخذتهم بعيد الاعتبار وديرهم دي كاس بيسيا كما نقول نحن نقدر نسكفلوا بهم باللباس والأغضية نحن كين يرام يجولين المقر عدنا عدة مقرات كما قلت لك في القصبة في كاليتوس في باب الواد أيضا في دويرة كين وين يروحوا لهم نقدمو لهم الأغضية نقدمو لهم الأفريشة نحن قلت لك مدى بينا تكون تعاون مع وزارة التضامن حتى حتى المراكز ها دوما نوفروا لهم أكثر باش يكونوا فلينهم باش ينسخضبوها نعود السؤال نرجع السؤال بطريقة أخرى أنا أتكلمتك لأنه نتكلم على اللقاء ليصرا بيناتكم أكيد سرب معكم حوار مع هؤلاء هل ربما هذه فيها أسر تحتاج إلى سكن ربما حالات أخرى جدماعية هل تأخذوا هذا الأمر بعيد الاعتبار وتمشوا وتسعاونهم مع السلطات المحلية أكيد كان عائلات تم خلاص لهم الكرة ولا خرجوا تلقاهم مفترشين الكارتون أكيد كي نقدروا كي ننسعاو لهم كي نقدروا ننسي ونكرروا لهم مع المحسينين كي مؤخرا عائلة كرينا خدمنا لهم تم كان عندهم مسكن لايب خدمناه لهم مع السلطات نعم نقدروا نراسلوا لكن أكثر السكن في الجزائر ما يشحج سهله تعرف أنه فيه توجه جديد من السلطات العمومية للاهتمام بالعمل الجمعوي الأمر اللي كان فايت ممكن ربما رح يتغير في ضل هذه القوانين وفيه مرصد خاص بهذه الجمعيات كيف ترى دور الجمعيات في هذا الميدان هنخلوا الوضع كما عليه يعني كل واحد يستهد أو أنه لازم ميكانيزمات جديدة نعم أكيد لازم ميكانيزمات جديدة لازم أن الدولة تتعاون مع هذه الجمعيات الناشطة والفائلة في هذا الميدان حتى نجد حلول مناسبة لهذا الوضع أخط شرعنا نشوفه فيهم والله غير الأمر حزين تشوف أنت تكون في الدار بالكوفيرت أو كامل ومين دك تشتكي البرد وما رام هكدك مين دك ما يسبش مين بابا بش يتغطى لازم أنا ندعي مننا المحسنين أنه يوقفوا مع هذه الجمعيات اللي يرى يتنشط في هذا المجال ويساعدوهم بش يوقفوا معاهم أيضا ندعو الدولة بش تتعاون مع الجمعيات وتفسح لهم المجال حتى لإيجاد حلول لهذا الفئة بالنسبة لكم المشاكل اللي يتعانوها في الاهتمام بهذه الفئة نعم احنا المشاكل أنه احنا كجمعيات خيرية ما عندناش دعم احنا الدعم تاعنا هو محسنين فقط ومشاكل تاعنا أنه ما نقدروا نوفروا لهم أكثر من الأكل والليباس احنا مدى بنا نقال كيف نبنيوا مراكز أو ما شابه لازم تعاون ما بين الجمعيات والدولة حتى نقدروا نخرجوا بعد الأزمة هذه كان حالات خاصة وهم عاديين ناس عاديين داقت بهم السبول ذرعا بشور الشارع ولكن كان الناس ربما أمراض نفسية أمراض صحية تخص الجانب العقلي كيف يكون دوركم وتعاملكم مع هؤلاء نحن دورنا ونقدرهم الأكل فقط كينا كينا واحد مؤخرا جالي كينا نقدمه قال لي أنا ما ناكلت هذه المكلة عنده لازم له صنغلوتان خليته السنة مثلا قلت له اليوم ما نقدرش نجيبلك قلت له غدني إن شاء الله قال لي جيبلي الصنغلوتان و جيبلي الغيطاء والله غير كينا كالحال ستتالأشياء سبتوا السنة فيه قال لي ما كليت شمال بارح السنة فيه لكي نقدرون نعاونه قلت لك نحن رانا وسيط ما بين المحسينين والفقاراء لذلك نقدم نيداء للمحسينين لكي يعاونونا لكي نحن جمعية ساعة الخير الوطنية اللي يحب يعاون عندنا مكتب في الكاليتوس عندنا مكتب في بابلواد يتصلوا بنا عبر رقم أو صفحة الفيسبوك ويقدموا لنا ونحن رانا ناية سيد حمزة ربما فيه برنامج مسطر اليوم جبناك في الموضوع هذا لأنه بدأت القاطرات الأولى ما زالتش تأكيد 21 ديسمبر ولكن بدأت درجات الحرارة هل تنطلقوا في عملية يعني بداية من خلال هذا الأسبوع أم لا ما زلتم متوخرين شوية نحن عملية الخروج أنا ما زالة بدأت بدأت أنا نخرجه يوميا لكن قلت لك حنا بش تكون أمر منظم لازم لازم السلطات نعم لازم لازم السلطات تعاونوا معنا بش نقدرون نخرجه من هذا النوق سيد الكريم هل تسجلون في اعتداءات على أولاء الناس بدون مأوى كيف يكون حالتكم في وضعكم أنتم لستم شرطة ولكن ربما دوركم هو الحرص على راحة هؤلاء بما تقدمهم مساعدات هل في اعتداءات على هؤلاء الناس بدون مأوى هي الاعتداءات من بعضهم لتعاطى المخدرات نحن ننسي نهضر معهم لكن قلت لك نحن كاين دوريات الشرطة أيضا أي تقوم بالواجب نحن خرجنا في دوريات نعم خرجنا في دوريات ما من نسقوا معهم كاين لنصيبوا مرأة مع أولادها ما عندهاش كاين عندنا نضر بالحسنات أصغارا تصلوا بها ما تقولنا بالتعاون مع الشرطة ما نبعتوهم لعندهم نعم الأمن الوطني نعم الأمن نحن حاجة لي نقدر عليها البسيطة لا ننذيروها بش يكون أمر منظم لازم يكون تعاون مع وزارة التضامن حتى نتمكن من فتح مراكز جديدة وتحسين المراكز القديم السيد أسعى الخير هذه الجمعية تقريبا عطينا عمرها ما الذي بدأت هذه الجمعية الجمعية بدأت في 2012 كانت جمعية ولاية والآن في 2019 كانت جمعية وطنية عندنا الآن 154 مكتب بلدي و40 مكتب ولاية ما زلنا 8 ولايات ونلحق إن شاء الله 48 ولاية هل دروف العمل بالنسبة لهذه الجمعيات وهذه الجمعية أخصاً ولكن فروع الموجودة في البلديات والضوائر يعني حالها أحسن منكم في العاصمة أو الأمر نفسه نحن لدينا أضرارة بعيدة ولكن عند هذه السلطات هم يوقفون مع الجمعية ثم يتعاون مبيناتهم تكون تقارير يعني نعم نحن هنا في العاصمة كي يمزف جمعيات والجمعيات الخيرية أيضاً كي يمزف ثم نحن الدعم لي قتلك ينقص نحن قتلك الدعم وهو غير من المحسيني من 2012 مدينا ولا فرنك لذا هذا العام إن شاء الله مدى بينا تكون الأمور تتحسن إن شاء الله مع البرنامج الجديد لداره رئيس الجمهورية أيضاً أن يشوف بالكين تنسيقيات في كل بلدية كين منسق للجمعيات نحن دكت نسيوا كل منسق يتعاون بيش نقدروا نخرجوا مع الظاهيران نشوفوا مع الجمعيات كل كين جمعيات تقافية جمعيات خيرية جمعيات الياديان نشوفوا وش يقدموه وش يطعونا حولول وإن شاء الله نبادروا في ما هو خير السيد الكريم هذه الناس بدون مأوى ليس اليوم وضعهم منذ قديم نتكلم عن الجائحة في جائحة كورونا كنا عشنا كونفيرمو عشنا حجر صحي وكان هؤلاء الناس مفروض عليهم حجر صحي كالآخرين كيف كانت تعاملتكم في ذلك الوقت نعم نحن ما توقفناش خاصة في رمضان وبعد رمضان كنا نقدمو لهم وجبات حتى في وقت الحجر حتى في وقت الحجر نحن الحمد لله كان عندنا رخص للتنقل كنا في مدرسة شيخ حمد سحنون كنا قرابة 3000 وجبة يومية كنا نقدمو الأطقم الطبية وأيضا ملا مأوى لهم نقدمو لهم كل يوم وجبات ساخنة أيضا كين جماعيات وحد أخرين كانوا يقدمو نفس الشيء وجبات لهم لكن قلت لك الأمر ما يقدرش يتوقف غير الوجبات لازم نسيبوا حلول لكي نخرجوهم من هذا الشيء نكمل معك في الحلول سيدي الكريم لأن العمل الجمعوي هذا عمل إنساني لا يخص الجزائر فقط يعني المنظمات الإنسانية موجودة في كل دول العالم ورقات عملها يعني ما بقاش هدا أنت وعي تروح يعني تمد يدك المحسن باش تخدم الناس بدون مأوى هل عندكم تصور يعني خريطة مستقبلية ربما تقدموا حتى السلطات العمومية باش نهتموا بهاء الناس بدون مأوى نعم احنا حبينا يكون عند الجمعيات مع القانون جديد هذا اللي إن شاء الله يكون يكون عندها تمويل ذاتي حنا دوك الجمعيات ما عندهم مش الحق باش يكون عندهم دخل رصيد مالي نعم رصيد مالي احنا مدابينا يكونوا مشاريع وقفية مشاريع لددير دخل للجمعيات باش تقدر تصرف على قلت لك احنا مدابينا يكونوا دور الحسنة هذا ومشي تعد دولة يكونوا خاصة بالجمعيات باش تستقطب هاد الناس اللي يرمى يعني انتم مالي تسيروا دور العجزة ودور هاد الناس بدون مأوى نعم احنا نسيرهم ننقدر نسيرهم قلت لك كايين ضال حسنة لمرضى السرطان صحرام يجو تعد المرضى لا نتكلم عن تعد دولة لانه هي مسؤولية وزارة التضامن هل انت في نظرك وزارة التضامن تعطيكم لوكي باش تسيروا هاد الناس نتعاونوا باش نسيروه صون بورصون معان نتعاونوا معهم باش نسيروه نعم ونقدروا نحنال جمعيات واش بنيفول ما يسحقش تقوّع ما يسحقش يطلب لا جزاء ولا شكورة ما يمدابيه هو يجي يخدم ويروح الجزاء تيروان درد ان شاء الله وطلقا يخدم كتر من هذك العامل المأجور ولا غير تشوف من ذاك نروح هنالدول العجازة ولا دور الحسنة هذو ما نقعو لهم ونخدموه طلقا بلك هذك العامل ما يخدمش وش يخدم هذ البنيفول لذا نطلب من السلطات انه تصدقى هذة الجمعيات الفائلة والناشطة وان شاء الله تمدلهم تمدلهم الامام باش يقدروا يسيروا مع الوزارة هذ المراكز سيد الكريم هل ترى انه كامل الناس يقبلوا روح الدور العجازة هل من خلال تعاملكم في الميدان رقيتم الناس هاربين يعني حتى وزارة تضامن مشكورة واجدت لهم هذه الاماكن ولكن يغادرواها هل وقفتم على هذه الحقيقات؟ نعم هي ماشي كل الناس يحبوا هذة جلهم ما يحبوش هذ المراكز لانه في المركز ما يقدرش يخرج ايه فاضا على امن وصحته ايه وذوك هو يقول لك كاين من ذاك نساء بيتين بره ما عندهم شوين مثل ما عندهم تخدم تخدم بلك فام دمينة او لا ثم تقول لك كون ندخل هذا المركز ما يخلونيش نخرج ثم ما ندخلش نعم ثم احنا ما عندهم نسيبولهم حلول انه يدخل يتعشى صباح يخرج ثم بلك يدولهم وقت وقت الدخول ولماشي باش ميكونش في الليل ممسح باش تخليه مقيد هكذاك ثم ما يجي من يدخل للمركز ما يخرج حتى ثم احتوين اذا خرج ما يجي او يدخل غير ما نسيبولش سيد حمزة الموضوع يتعلق بناس عجزة ناس كبار في الصن يعني كيف تخلي عجوزة أو العجوز عنده ثمانين سنة يخرج للشهر هل هذا لا يشكل خطر؟ العجزة ما نخلهمش يخرجوا اكيد العجزة ما نقعدين في المراكز لهم احنا كجمعيات رانا نخرجوهم رانا ندهم يحوسون ايضا مين ذاك ندلون دوم الحمام دوم البحر لكن انا ندروا الازدياف ازدياف او كين شباب كين نساء يقدروا يعملوا ما عندهم شوين يباتوا ثم احنا نوفروا لهم وين يباتوا والعامل ننسيوا نوفروا لهم عامل لكن ما نقدروا ش نحصرهم شغول سجن لو كنت تحطو في مركز شغول سجن ما يخرج موالو يأكل و يشرب و يرقد احنا ما دا بنا نوفروا لهم مكان يباتوا فيه احنا كاين كما في دالي براهم كاين وين يباتوا لكن ما يكفيش احنا ما دا بنا نحلوا مراكز ليقدروا يباتوا فيها و يخرجوا و تكون ايضا مهيئة ما تكون فيها خدمات حسانة هل عنكم احصائيات الناس بدون مأوى على الاقل مستوى العاصمة؟ في العاصمة ما تقدرش تدير احصائيات لانهم في تزايد و مستمر كما ذلك في الصيف ينقصوا في الشتائق قدر يزيدوا لكن تشوف احنا في ساحة شهداء و لا في خروبة طوابير كل نهار طوابير و كاين جدد مكاين زيما فيها كاين خمسين و لا موالفين شوفوهم لكن كاين متجددة و وجوه متجددة يوميا عينوس حمزة رئيس سمعية اسعى الخير شكرا علي شكر لك على كل هذه التدخلات الخاصة بهذا الجانب الانساني و وفقكم الله لما فيه كل الخير اذا مشاهدين الكرام بهذا نطوي هذا الجزء الخاص بغرفة الاخبار لقاكم في وقت قريب حول الله الى ذلك من الحين أطيب المناء سلام موسيقى